بالمناسبة كنا مبارح أنا ونهواند تقدمنا بخالص تعزينة للشعب المغربي الشقيق وبصفة خاصة أكيد جماهير الرجاء المغربي وبصفة أكثر خصوصية لزاوي الفقيدة اللي احنا مبارح يعني نعيناها مع كل حضراتكم عايزين نقول لكم كمان أن مجلس دارة النادي الأهل برئاسة كابتن محمود الخطيب هو الآخر قدم تعزين للنادي طبعا نادي الرجاء المغربي وجماهيره في وفاة مشجعة للفريق نتيجة طبعا التدافع اللي حصل في محيط ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء طبعا قبل انطلاق المباراة بوقت قصير جدا دعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جنات ويلهم أهلها وزويها الصبر والسلوان إن لله وإن إله رجعون كمان يعني تقدموا بخالص التعازي لكابتن مختار مختار نجم النادي الأهل السابق في وفاة سكته تغمدها الله سبحانه وتعالى برحمته خالص تعزينة بس أنا مبارح كنت بقرة شوية عن الموضوع ده وشفت كان تعليق والد الفتاة اللي هي توفية يعني نتيجة التدافع في الستاد قال إن هي أصلا كانت قاعدة في تركيا وجات مخصوص سفرت علشان تحضر المباراة فتخيل وعندها حديدا 28 سنة فهو مش قصة أي حاجة يعني التفاصيل دي مش مهمة حتى لو عندها 70 سنة يعني هي قصة التي قاس بهذا الشكل دي روح وروح راحت لسبب محدش قدر إن هو يقتنع به يعني العمار بياد الله وكل حاجة بس أنا ليه أكون رايحة مباراة عشان أحضر مباراة مباراة ومفروض الرياضة في الأول في الآخر زي ما أنت بتديت النهار ده الحالة وتتكلم اللي هي القوى النعمة الرياضة والفن قوى النعمة هي مفروض تكون كده لا أكثر لا أقل مش مفروض الواحد إن هو يموت أو يتوفى علشان يحضر مباراة وللأسف الشديد ده مش بيحصل بس في الوطن العربي ده بيحصل في أماكن كتيرة جدا طبعا احنا خرجنا تماما عن السياق اللي هو الرياضة المعمولة عشانه